السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله الفيديو تعالى اليوم الكاخواتي بالألف خان جينا كما راكم تشوفوا في الصراع نحن نخدموا وبعدنا هذا السدر الكوشي لدير حالة على المواقع التواصل الاخواتي بحثوا عن طريقة اللي عملتها الوردة جيت نخدم معكم طريقة اللي عملتها الوردة هادي والوردة هادي ان شاء الله في فيديو اخر خدمتنا هادي الوردة اخواتي بالخط الحرير على الثلاثة هنا اثنين وهنا زدت واحد ثلاثة جاتني اه جميلة ولكن استعملتو المسلك ولا اه الشعرة استعملو على اثنين لكن الحرير استعملو اه على ثلاثة باش اديكم الوردة كبيرة الحجم كبير قبل ما نبدأ اخواتي 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 سكسانو على قناة ام امين ام امين بصحة جيدة والحمد لله فتحت قناة جديدة اللي ان شاء الله تدعموها هنخلي لكم رابط القناة في صندوق الوصف وبيوفقها ويوفق الجميع بعض الاخوات يسألوني عن نوع الخيط جبتلكم اه انواع الخيط اللي احنا نستعملو بهم صدورة القروشي عندنا الحرير لمسلك وعندنا هذا الشعر هادو هما الانواع الخيوط الثلاثة اللي عندنا وعندنا هذا اه رقم ستاش لينابو هذا هو الانواع الخيط اللي احنا نستعمل معكم اخواتي بالنسبة لانواع الكروشي اللي انا نستعمل دائما كلكم نستعمل رقم ثمانية ورقم ثمانية هادو هما الانواع خيطان اللي انا نستعمل كما تلاحظوا في الصورة وفي الورضة التاعي قلب الورضة بلون والبتلات تاع الورضة بلون مغاين انتم هنا الاختيار يرجع لكم دائما كل اختيار والتزيين يرجع لكم كذلك اختياركم في الالوان قلب الورضة باللون الاصفر والبتلات باللون الورضة انتم اي لون تختاروه الاختيار يرجع لكم بسم الله راح نبدو على بركة الله احنا اعمل ست سلاسل واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اخواتي استعملت رقم الكوشي الثمانية والاستعملت انتم الخطة الحي استعملوا رقم اثنت عشر احنا نقفل انا هادي السلاسل بموزاليكا في الغاز الاولى احنا نقفل خط تحت الغاز عفوا نطلع بسلسلة وندخل داخل الدائرة احنا نعملوا داخل هادي الدائرة اثنت عشرة غازة حشو واحد اثنان ثلاثة احنا نعمل اثنت عشرة غازة حشو اعملنا داخل دائرة اثنت عشرة غازة حشو نقطع هذا الخيط اللي خفينا تحت الغاز كما تعودتم معي دائما الخيط المتبقي هذا ونقفل في اول غازة بموزاليكا هكذا احنا اخواتي السطة الثانية احنا نعمل في كل غازة اثنين غاز يرجع المجموه التعنا اابعة وعشرون غازة حشو اتنا اتناش يرجع اربعة وعشرين في كل غازة احنا نعملو غازة حشو واحدة اثنين واحدة اثنين في كل غازة اثنين غاز حشو حتى ننهي السطة اجعلنا اابعة وعشرون غازة حشو اجعلنا هنا في هذا السطة اابعة وعشرين غازة حشو اخواتي احسبوهم لازم تلقوا اربعة وعشرين غازة حشو الامس الثانية احنا نعمل غازة حشو في اول غازة حشو واحدة تاني غازة حشو هذه في الثالث غازة حشو احنا نعملو تنين احنا واصل بهاد الطائقة غازة واحدة غازة واحدة في الموالية اثنين اتنان هكذا غوزة واحدة غوزة واحدة في التالتة اتنان احيا رجع عندنا المجموع اتنين وثلاثونة غوزة حشو واحد اتنان في الثالثة اتنين غوزة حشو احنا عدنا اتنى عشر غوزة حشو سطر الموالي 24 سطر الثالث اتناني وثلاثون غوزة حشو نعملوا في الاولى غوزة فقط في الثانية غوزة فقط في الثالثة اتنين غوزة حشو وهكذا غوزة غوزة اتنين غوزة غوزة اتنين غوزة غوزة اتنين حتى ننهي سطر الثلاثونة غوزة حشو قملت اخواتي حسبت الثالثة الثلاثونة غوزة اتناني وثلاثونة غوزة هنا انهينا قلب الوردة نقطع الخيط وندخل الخيط الوردة منتما اي لون رحين تفضلوا اخواتي اهنا اخواتي عندنا اه اثناني وثلاثون غوزة اهنا في الوضع التانى عندنا اربعة بثلاثة واحد اثنان ثلاثة اثنان وثلاثون على اربعة يعطينا ثمن غوز العمل التانى سيكون على ثمن غوز بسم الله هنجيب الخيط اعي نعمل اهه اوه عقدة البداية هكذا الخط في الاخير حننظف العمل احنجيل الميتان الى هنا وغوزة هادي نسحب الختة ثلاثة واحد اثنان ثلاثة العامل الثاني يكون على ثمان غاز واحد اثنان ثلاثة افعار خمسة ستة سبعة ثمانية هذه الثمان غازة نعمل في كل غازة اثنين اعمدة يعني 16 عامود في الاخر نلقى هذه الثلاثة الاولى تعتبر اول عامود نعمل كذلك ثاني عامود بلفة واحدة اثنين اعمدة في كل غازة اثنين اعمدة في كل غازة على الثمان غاز نقو الاخير 16 عامود واحد اثنين ثلاثة افعار خمسة خمسة ستة سبعة الغازة السابعة الغازة الثامنة واحد اثنان ثمان غازة في كل غازة اثنين اعمدة واحد اثنين ثلاثة افعار خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر احد عشر اثنين ثلاثة افعار ثلاثة افعار خمسة عشر ستة عشر القناة الستة عشر نعمود فق تمين غاز الحساب سنتعز بسلسل لان قلب العمل هنا اخواتي فق كل عمود سنعمل غازة حشو العمود الاول تاني تالت رابع خامس سادس سابع تامن تاسع اتنا عشر اتنا عشر تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر الاخير ستة عشر ستة عشر روزة حشو فوق ستة عشر عمود ستة عشر روزة حشو احنا عمل فوق كل روزة اتنين عمودة يرجع عندنا اتنان وثلاثون عمود اتنان عمودان فوق كل روزة حتى ننهي ستة عشر روزة حشو وصلت اخواتي فوق كل روزة اه حشو اعملت اه اتنين عمودة صباح عندنا هنا اتنين وثلاثون عمود هنا احين تلعبوا روزة وفوق كل عمود احنا عمل غوزة حشو حتى نهاية هذا السطر فوق كل عمود عندنا غوزة حشو اخواتي نقطع هنا الخيط انهينا العمل هذا هو اللي عملت انا اخواتي كما راكم تشوفو راح البتلة تتعوج معاكم هنا هكذا وهذه ستجي مختفية هنا لوراء البتلة احيكون اللي عاملتاكم دائما امام هذا الانحناء الان احنا نعمل عقدة البداية هكذا احنا نجي مباشرة الى الغوزة هادي اللي هنا الاولى هكذا مباشرة اخواتي مش هنا احنا باش دائما هذا العامل ايجي هذا العامل الاخير ايجي مختفي عفوا ايجي مختفي لوراء البتلة هكذا كما راكم تلاحظو كما راكم تشوفو سهلة جدا هاي احنا كنا نعملنا عقدة البداية ونجي مباشرة الى الغوزة الاولى هذي اللي هنا مباشرة ونسحب الخيط ونعملو تلت غوز هكذا واحد اثنين ثلاثة ونحن نعمل العامل التعنا في ثمن غوز هشو اللي هنا ثمانية كما قلت لكم العدد هنا اثنين والثلاثون قسمناها على اربعة بشي اعطينا ربع بيتلات اعطينا ثمنية غوز هشو نفس العامل الى هنا احيكون في اربع بيتلات ولا الثلاثة البيتلات المتبقية راح تكون عندكم هذه الوردة يعني جدا جميلة بزاف اخوات هم يبحثوا على الطيقة التاع يعني طيقة سهلة ووضحة وضوح الشمس هاد الوردة راح نعملوها فيديو القادم بالنسبة الاخوات اللي حابت تواصل معايا يعني دائما نخلي اسم الفيسبوك في صندوق الوصف وعندي مجموعة في الفيسبوك نتمنوا تشتركوا فيها اهلا وسهلا بكم حواثتي كامل اهيه قدروا التاعب تاعي بداعات جزائرية أختكم كريمة وعملوا لها لايك للفيديو نتمنى الفيديو تانها اليوم نال إعجابكم واستودعكم وفي رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته